وهي أن المسلمين يقال لهم أنتم لا تحسنون التعامل مع الحيوان لأنكم تدبحونه ونحن لا نريد لكم أن تدبحون لذلك تقع الآن بعض المرات هي مزايدات الحقيقة مزايدات يقول لأن الذين يدبحون البشر لا يمكن أن يهتموا بالبقر هؤلاء الذين يدبحون البشر ولا يتحدثون ولا يتحركون والبشر يوميا يختلف المسجد الأقصى وغير ذلك بعد ذلك جي بريجيت باردو تقول لك بأنها ما عجبهاش كيف تدبحون أنتم لأنهم يسلطون علينا ما اسمه القانون ولكن القانون هو عز هؤلاء هم لا يسلطون على الأقوية يسلطون على العاجزين لأن الناس لا يستطيعون حينما يذبح الإنسان شاته هذه بدراسات علمية يذبح الشاتة فإن الأوداجة تنقطع مباشرة إذا كانت الموسى طبعا المدية حادة تنقطع معنى ذلك أن الدم لا يصل إلى الدماغ لأن الدم يصل إلى الدماغ والدماغ هو الذي يحب الإحساسي عن طرق النخاع الشوكي أو هذا العملية التي يعرفها كل الخبراء الإحساس بالألم أي بالألم الذبح أو ليس مباشرة لا يأتي دائما مباشرة ودائما حينما تصيب أصبوعك بموسى أو بشيء من هذا القبيل تصيب وقد ينبثق الدم ينبجس الدم ولكنك لا تحس إلا بعض الثواني يتأخر حينما يحس الحيوان أو يبدأ في الإحساس يكون قد فقد الإحساس لأن الدم يكون قد خرج من رأسه هذا الدم الذي ينزف من رأس الحيوان لا يعطيه الإحساس فبعض الناس يقولون أنه هو الآن يتشحط هو الآن يتحرك فعلا يتحرك ولكنه ليس واعيا هل تتصور أن الدماغ فارغ من الدم ومع ذلك الإحساس باقي هذه مخالفة كل ما قاله الأهل العلم العلماء منفسهم يقولون إن أحسن طريقة وأرحم طريقة هي طريقة المسلمين إذا أحسنوا طبعا الدبح وإذن كيف نحن مأمورنا بالدبح لا يمكن أن يعلمنا آخر يقول لك أنتم لا تحسنوا الدبح والنبي قالوا أحسنوا الدبح إذا ذبحتم فأحسنوا الدبح إحسانوا الدبحة جزء من شريعتنا بمعنى أن آخرين من يتطول علينا وإسنا وحدنا من يدبحوا نحن ندبحوا اليهود يدبحون وهناك ناس آخر يدبحون وعلى كل حال هذه الدبحة التي نحن عليها الآن في الإسلام هي أفضل بكثير مما كنا نرى بعض الشعوب تأخذ مثلا ديكل وتضعه وتغلقه عليه الباب هذا موجود على كين الآن ولكن هذا الأمر هو سجال فيه الاقتصاد وفيه الدين وفيه وفيه ولكن نحن نتحدث عن هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر